أردتم الإمارات على أنها دولة أمل وستعكس أملاً كبيراً في المنطقة اليوم سنبني على هذه الآمال في مجالات عدة من الشراكة السياسة، الدفاع، إنفاذ القانون، حدود الأمن الحدودي وحقوق الإنسان والفضاء والثقافة كل ثقة أن الولايات المتحدة وهذه الشراكة الاستراتيجية مع الإمارات في هذه المجالات ستنمو على مدى السنوات القادمة إن إدارة ترامب تضع أولوية كبيرة لهذه العلاقة لأن الشعوب أبدت كيف يمكننا أن ننفذ مع بعضنا ليس فقط مجرد حديث بل هو فعل قول وفعل والإمارات من أحد أكبر المستثمرين في الولايات المتحدة وأنتم أيضاً مقصد أساسي لصادراتنا في الشرق الأوسط والتعاون أيضاً في حقوق الإنسان كوقف الاتجار بالبشر ومساعدة المرأة لتمكينها وتحقيق طموحها وركزنا على كثير من القضايا دفع السلام في ليبيا واليمن والوقوف معاً لتنفيذ كل الإجراءات اللازمة للوقوف في وجه الدهديد الأكبر في الشرق الأوسط وهي إيران وأيضاً في هذه الحملة لوقف إمكانية حصول إيران على السلاح بقيمة 70 مليون دولار ولكن نحن بالعمل ما أثبتنا للعالم أننا سنحافظ على السلم والأمان في المنطقة وهذه الشراكة مع الولايات المتحدة سيرى الجميع الدليل على ذلك في إكسبو 2020 الذي تأجل للعام القادم كلنا هنا في إدارة ترامب نتطلع لمناقشات كل هذه الأمور شخصياً في أبوظبي قريباً بعد إطلاق هذه المرحلة اليوم وسنواصل الوقوف أمام التحديات بما فيها ما تمثله إيران وأيضاً النظام الاشتراكي الصيني الذي يقوم بعمل خبيثة ننتظر عملنا في إكسبو 2021 وبذلك أنا أفخر ويسرني أن أعطي الكلمة للشيخ عبدالله شكراً لك سيدي الوزير والأن أعطي الكلمة للشيخ عبدالله بن زايد صديقي العزيز والوزير بمبيو أنا أفخر بأن أكون هنا معكم لأشهد يوماً تاريخياً آخراً يجمعنا معاً نحن الإمارات والولايات المتحدة وكما ذكرت ليس باجتماع شخصي لكنه على هذا الفضاء الافتراضي تحدي كوفيد يبين كيف لنا تجمعنا هذه العزيمة والإسرار وأن حكومة الإمارات والإدارة الأمريكية نعمل معاً وعملنا معاً على مدى سنوات طويلة وذكرت أن الإمارات ستحتفل بذكرى إنشائها الخمسين ولكننا نحتفل أيضاً بذكرى العلاقة التي جمعت بين بلدينا منذ فترة ليست ببعيدة كنت أفخر بوجودي في البيت الأبيض لتوقيع الاتفاقات الإبراهيمية واليوم نرى أيضاً إنجازاً آخر بين الإمارات والولايات المتحدة المساعدة ليست من إدارة الرئيس ترامب فقط بل مساعدة شخصية والتزام منك لتعزيز هذه العلاقة مع الإمارات وكذلك إقامة علاقات أوسع مع دول المنطقة لتحقيق السلام والازدهار والأمل لهذه المنطقة قبل 19 عاماً سيدي الوزير قررنا في الإمارات أن ننضم لجهود الولايات المتحدة في ملاحقة الإرعاب الذي حدث في 11 سبتمبر هذا ليس بكاف بل أصوات التطرف والإرهاب استمرت في حصولها على مزيد من الزخم وشهدنا مؤخراً دليلاً على ذلك في باريس وعلينا أن نضاعف من جهودنا معاً من أجل القضاء على هذه الأصوات المتطرفة فما من شك لدي أن إدارتكم وكثير من دول العالم راغبة وقادرة على ذلك وعلينا أن نضمن أن جهودنا ستنجح سيدي العزيز الوزير بامبيو قبل نحو عقد من الزمن وقعنا نحن الإمارات والولايات المتحدة ثلاث اتفاقيات وضعت المعيار الأساسي وهو معيار ذهبي ونعتبره بركة لنا ليعطينا دليلاً على أن هذا المعيار سيطبق على إيران التي تهدد المنطقة آمل أن هذه المعايير ستذكرنا أننا في لحظة مواتية أخرى لهذه المعايير التي تقام على أساسها العلاقة بين الولايات المتحدة والإمارات كل إثقاء بالسفير كولدر ودكتور جيرجاج ويوسف الاعتابة وكثير غيرهم في الولايات المتحدة والإمارات ممن عملوا بجهد كبير بالشكل متواصل وروح الصداقة من أجل علاقات إماراتية أمريكية أقوى نود أن نرى المزيد من فرص العمل في الولايات المتحدة ونفخر بأننا نقدم 150 فرصة عمل في الولايات المتحدة عبر استثماراتنا ونحن أيضاً أكبر وجهة للصادرات الأمريكية في الشرق الأوسط ولنضمن أن الحدود بيننا ستنهار أكثر وأكثر وتعاون أكبر لننجز أكثر شكراً سيد الوزير وأرجو أن توصل امتناني لإدارتكم ولفريقكم ترجمة نانسي قنقر